السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم عندي في توقعات برج الاسد توقعات عاطفية يعني قراءة عاطفية لبرج الاسد الشمسي والقمر والطالع ولا تنسوا انها قراءة عامة ومعامة ما قد تنطبق على البعض منكم كليا او جزئيا لذلك خذوا يعني ما ترتاحون اليه من الرسالة وما ينطبق على وضعيتكم وعلى مشاعركم والباقي يعني اتركوه يرحل في سلام فهناك شخص اخر قد يحتاج لهذه الرسالة واخا قد ندير السحب وبعد ذلك قد نشوفوا ما هي نصيحة الملائكة ولنبدأ كنت من لكم حط سعيد حط سعيد حط سعيد يربو الحبيب لنرى ما هي اه توقعات عزيزي برج الاسد لنرى ما هي توقعات عزيزي برج الاسد نعم عزيزي برج الاسد انت طاقتك هي التعب واليأس انت اه يعني اه عيان يعني اه انت متعب واخا عيتي عيتي وعيان يعني انت تحاول الهرب من المصير تحاول الهرب من المصير تحاول السيطرة على المشاعر انت تتقول انا لا احبه هو لا يحبني يعني انت لوحدك يعني تفكر هذه الاشياء لكن انت يعني في قلبك يعني في اعمق قلبك تعرف ان هذا ليس صحيح يعني هذا يعني انت تعرف ان هذا الانسان يعني حب حياتك حب حياتك نعم وانت يعني تحاول نسيان هذا الشخص نعم ولدينا من جهة قوة المشاعر قوة المشاعر والتواصل الرحاني بينتكم بينكما هناك تواصل الرحاني قوي جدا ومستمر وهذا من جهة يحرق قلبك يعني الم تحس بالالم بسبب هذا الحب ومن جهة اخرى يسعدك تحس بالسعادة لماذا لانك تحبه لانك لا تفقد الامل وتعرف حق المعرفة انه ليس فقط توأم الروح هذا الانسان بل توأم الشعلة نعم يعني هي وضعية معقدة نعم لكن هناك حب كبير جدا نحن نتكلم عن توأم الشعلة عزيزي واخا واصل الله 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 على قرض يعني بتلاتة الله الله واخا الله يعني توقم الشعلة بيدون شك بيدون شك انت عزيزي في صراع بين حبك للرحمن للرحمن الرحيم نعم انت في صراع بين حبك للخالق انت انسان طيب وروحاني او محافظ وبين حبك يعني انت في صراع بين حبك لله يعني كتخاف من الله وحبك لتوأم الروح لتوأم الشعلة يعني انت في صراع شديد تريد ارضاء الرحمن لا تريد الاساءة للناس يعني شوفوا على قرض الله انت ملاك الله لا تريد الاساءة للاخرين نحن نتكلم عزيزي عن علاقة ثلاثية لذلك كل هذا الصراع وكل هذه المعاناة ربما هناك زواج واطفال نعم ربما انت مرتبط او هذا الشخص مرتبط ولديه اطفال واخا وانت في صراع شديد يعني بين الله وبين السماء وبين الارض يعني انت يعني الروح في السماء تفكر في الخالق تفكر يعني في الخير تفكر في هذه الاشياء يعني في ارضاء الرحمن وهنا يعني في الجانب المادي تريد ارضاء قلبك يعني تحبه لا يحسن عوانكم الله يكون في عونكم تحبه وتعرف انه يحبك هذا الشخص يعيش في قلبك في روحك في عقلك في جسد في جسدك يعني حب قوي جدا نحن نتكلم عن توأم الشعلة وهذا لا يحدث كل يوم هو يعني سنتكلم في فيديو عن توأم الشعلة وتوأم الروح يعني هناك فرق واخا هذا الانسان في قلبك في روحك في عقلك في جسدك يعني مستحيل اخراجه وابعاده يعني من حياتك بسهولة يعني مستحيل مستحيل اما هذا الشخص هذا الشخص هذا الشخص يعني هذا الشخص هذا الشخص كان نائم او يدعي بانه نائم نعم هو يريد يعني يريد قطع العلاقة التي يتواجد فيها لماذا لهذه الاسباب يعني انت الله شوفوا هذا يعني هذا يعني الاختيار هذا كارت يعني يجب يعني قطع العلاقة التي فيها التفكير المستمر نشاط مستمر نشاط عقلي يعني نشاط عقلي قوي جدا هذا الانسان سيجن يفكر يحلم يخطط عقليا حتى انه يحس يعني بوجع الرأس يبحث يعني عن الحلول يبحث عن الحلول لكن هذه الكارت تتكلم عن تحقيق الامنية امنيتك وامنيته نعم يفكر فيك ليلة نهار ليلة نهار ويفكر يعني البحث عن الحلول الاختيار الصحيح يعني هذا الانسان مريض مسكين معها لنتابع قراءة جميلة جميلة قوية بزاف هذا القراءة يعني بزاف ديال ديال طاقة الحب وطاقة يعني طاقة الحب الحقيقي والصافي لكن هناك معاناة كثيرة كثيرة وصمت واصرار الله يا ربي الحبيب استغفر الله هذا الانسان استيقظ كما لو رميته يعني بحالي لغمتي يعني كفيش كان قوله بحالي لغمتي استلدي الماء استلدي الماء بارد ونض يعني هذا الانسان كما لو رميته يعني كما قمت بتفريغ دلو من الماء البارد وقام استيقظ وهو يتساءل معقول لكن حبيت يا ناس يمن كتكلم دباب المصرية معقول لكن حبيت يعني هو يتساءل ويكبب عن نفسه انت كذلك يعني مثلك لا انا لا احب هذا الشخص لكنه يحبه ويتساءل هل يعني هل انا احببت لهذه الدرجة واني حتى افكر في طرق حياتي من اجل هذا الشخص يعني هو يعني يعني ليس هناك توازن في حياتي بسبب هذا الحب هو في معامل كبيرة 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 تعب من اخفاء الاسرار يعني تعب ربما البعض منكم يحبون في السر البعض منكم يعني لديهم يعني بعض منكم عندكم علاقات حميمة يعني تفهمون علاقات حميمة في السر والبعض الاخر يحب في السر او فقط بالنظرات ويعني بكلام لكن لا تتكلمون عن حبكم بل عن اشياء اخرى نعم يعني هناك يعني مواقف اه وضعيات مختلفة في هذه القراءة ليعزيزي برج الاسد واخا يعني اه هذا الانسان كما قلت عنده نشاط عقلي كبير 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 جدا يعرف يعني انه اجلا ام عاجلا ام اجلا عليه اتخاذ القرار يعني بعد هذا التفكير وهذا النوم وهذا عليه يعني اختيار وماذا سيكون اختياره ماذا سيكون اختياره طبعا انت هذا انت يعني تحقيق الحل ما يريده هذا الانسان يضحي بحياته من اجلك ما تقول هذا القراءة يعني رغم الحب يعني بعيد عن حبه يضحي يضحي بحياته لا ينام يفكر الارق يعني قلة النوم يعني يحلم يعني يفكر بكثرة والسبب هذا يعني هذا التفكير كثرة التفكير وكثرة هذا النشاط العقلي المرضي يعني حتى انه احيان يحس بوجع قويفة يعني برأس مرجع الرأس كيف يحق رأسه هذا الانسان يفكر انه يستحق يعني ان يعيش معك الاستمتاع معك هذا ما يعني هذا ما يفكره يعني هو يفكر يعني انه الله شوفوا يعني بداية هو يفكر في النهاية هذه نهاية وقطع واختيار وقرار وهذه بداية حب يعني الله هذا التوأم الشعلة يعني حب 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 حقيقي يعني حب يعني سيقوم باللتي التاروت لا يتكلم عن الوقت ماذا سيحدث هذا هذا ما في يعني ما في ما في عقلي نعم تاروت ما يقولناش متى فقط يتكلم عن الطاقة وما في الافكار والمشاعر هناك هناك طاقة سلبية طاقة سلبية كذلك تؤثر في هذه العلاقة نعم هناك امرأة اه يعني امرأة صغيرة لا تفوق الاربعين طاقتها هوائية هناك طاقة حسد وكراهية من طرف هذه المرأة وهناك طاقة سلبية اخرى لكن امرأة يعني اكبر ربما خمسون او اكثر او ستون سنة طاقتها يعني طاقتها سلبية وتؤثر على تفكيرك الايجابي نعم يعني هذا الانسان يجعلك تفكر ان هذا الانسان لا يحبك هذه المرأة يعني الكبيرة لكن هي ليست يعني من وراء يعني وراء هي تفعل هذا لحمايتك هذه المرأة لحمايتك فقط لكنها طاقة سلبية وتؤثر فيك يعني تغير تفكيرك وطاقتك الايجابي فهمتوني هناك امرأتان وحدة صغيرة يعني طاقة سلبية حسد وكراهية والتانية كبيرة نعم خمسين ستين سنة او اكثر وهي يعني طاقتها سلبية لكن لكن للحماية فقط تريد حمايتك نعم هذا الانسان في عقله فكرة قطع بداية اختيار الذهاب الى هنا يعني انت يعني اليك انت هو يفكر يعني لديه فكرة تتكرر في عقله مرارا وتكرارا هو يفكر 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 ان يأتي يعني فجأة هكا بحل مجنون يخلي كل شيء يترك كل شيء ويأخذك بعيد للعيش معك ويريد ويفكر حتى بالزواج لانه لا يمكنه تحمل هذه الوضعية السيئة وخه هو يعاني بزاف بزاف مثلك او اكثر وخه لا يمكنه تحمل هذه الوضعية وهذه الافكار العزيزي ستتجسد قريبا قريبا التاروت لا يقول لك متى لكن قريبا يعني يعني كلها يعني تقطح بقوي وعدم يعني عدم يعني عدم يعني لو يمكنه الاستمرار في هذه الوضعية يريد التغيير لانه مريض وانت كذلك لكن طبعا الاشياء في يعني في يده هو وخه ربما حتى انت مرتبط او متزوج ولديك اطفال انت عزيزي برج الاسد او هو وطاقة هذا الحبيب قد تكون طاقة ترابية يعني هو قد يكون عذراء الجدي او ثور او كذلك طاقة طاقة نارية يعني اسد مثلك قوس او حمل وطاقة السلبية هي طاقة هوائية وخه يعني ميزان دلو وجوزاء وخه اذا هذا الانسان يعني مستعد للتضحية وهي فقط مسألة وقت يعني غير صبره لان هذا الانسان بغير يغير حياته لكن لا يعرف ماتا لا يعرف ماتا لكن هو الان يفكر انه عليه ان يقرد لانه عيا يعني تعب من هذه الوضعية ومن هذا الالم صفي وهو كما قلت في استيقظ صفي عرف يعني ما عنده ما يدير اما يخليه يعني سيجن سيجن لانه غير ساعد في حياته وهذه المعانات يعني سفي مبقاش يتحمل وهذه الافكار سيعني غادي تحول هذه الافكار يعني هذا يعني ادها معك واخذك ويعني الزواج منك ستتجسد يعني سيحول كل هذه الافكار وكل هذه المشاعر القوية الى حقيقة متى قريبا كانت قراءة جميلة جدا وقوية بسر لنرى ما هي نصيحة الملائكة نصيحة السحرية يقول اترك الاشياء كما هي يعني خلوا يعني الحياة يعني تستمر كما هي ويعني ونوصول الى النهاية يعني خلوا الاشياء هكذا اتركوا الاشياء هكذا يعني هذه الوضعية تستمر اترك هذه الوضعية تستمر الى النهاية يعني هناك نهاية يعني نهاية وبداية معك نعم ويقول كذلك هذا الكارت النصيحة السحرية تقول تقبل مشاعرك الحقيقية كن صادقا مع نفسك انت الوحيد الذي يعرف ما هي مشاعرك او امنياتك الحقيقية نعم يعني ما قلناهم في يعني في البداية يعني ربما هي تلك الطاقات التي تجعلك يعني تغير تفكيرك في هذا الحبيب يعني تحول التفكير الايجابي الى سلبي لذلك هذا يعني لا يعني لا احد يعرف حقيقة مشاعرك ان اكثر منك او ربما كذلك يتكلم عن مشاعر الحبيب انت يعني حدسك اقوي يعني لا 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 الطاقة السلبية ولا ايمان ولا التاروت لا احد يمكن ان يقول لك ماذا تشعر به انت وماذا يشعر به الحبيب لانك انت حدسك وقلبك يعلمك بذلك واخا لذلك صبرا جميلا كانت قراءة جميلة يعني هذا حب قوي قوي جدا احنا نتكلم عن توأم الشعلة وسنقوم بقراءة عن توأم الشعلة ان شاء الله واخا كانت قراءة جميلة متفائلة لذلك صبرا جميلا واخا كانت منى لكم يا ربي الخير كانت منى الله يحفظكم ليه كان حبكم بزاف 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 وكانت منى لكم غير الخير ما كانت منى تعرفون عندما اقرأ يعني التعليقات وتقولون ايمان يعني اتصل بالحبيب اتصل وراجع الحبيب كما قلت تعرفون ماذا افعل اصفق وافرح وكن ضحوك يقولون في البيت واش انتي حماقيتي هل انتي مجنونة كنفرح معاكم وعندما اقرأت القراءة يعني التي فيها معاناة كذلك ابكي صدقوني ابكي رغم اني يعني لا اجيب لكني اتفاعل معاكم واتأثر معاكم وانا لا اجيب يعني لا اجيب لكني اجيبكم في القراءات ارجوكم فانا في القراءات اتركوا كل قلبي وكل المشاعر ديالي لا تجعلون اني احسوا بالذنب لاني لا اجيب او لاني اهملكم هذا غير صحيح انا افرح لنكم ان تتصدقوا يعني لا يمكنكم ان تتخيلوا كم افرح عندما ارى ايمان رجع يعني عاد الحبيب اتصل بي يعني فرحاني وانا كنصفق وكنفرح وكنضحك وبالنسبة للتعليقات يعني السلبية انا دائما اقول لكم ان الايمان يحرق الجبال وصافي كملنا كانت من عليكم الخلق كان بغيكم السلام y' FT اهم